أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِكِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمَ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ فَاسِقُونَ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُونَ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَجَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارًا ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ سَنَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ سَنَقَ اللَّهُ الَّذِينَ